ورنونا قائمة كارلوس كيروش النهاردة بالمرة وإحنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني لأننا عندي مفاجأة كبيرة جدا هقولها لحضراتكم النهاردة لكل جمهور النادي الأهلي قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهاية كأس الأول الأفريقية الشنوية بوجبل صبحي محمود جاد أكرم توفيق عمر كمال أحمد حجازي محمود حمدي الوينش أيمن أشرف فتوح محمد عبد المنعين محمود علاء وعمر السلية حمدي فتحي إمام عشور عبد الله السعيد محمد النني أحمد سيد زيزو مهند لاشين عمر مرموش رمضان صبحي مصطفى محمد 25 لاعب ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزي جي ومحمد شريف دي قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهايات كأس الأمم الأفريقية القادمة تم استبعاد النجم الكبير أنا برضو حاجة غريبة جدا بالنسبة لي أن يتم والله ما عشان خاطر القناة الأهلي ولا الكلام ده يا جماعة أفضل لاعب في مصر أفضل أسست في مصر أفضل واحد بيعمل ثرو بوسيس في مصر مش كلامي كلام مصر كلها وكل الخبراء اللي موجودين في مصر واحد من أفضل اللاعبين مش هقول أفضل ماشي واحد من أفضل اللاعبين اللي موجودين في مصر خلال الموسم السابق وبداية هذا الموسم اللي مطلوب مني تاني أعمله عشان أبقى موجود في المنتخب مصر حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا حاجة غريبة جدا جدا محمد مجدي أفش أفضل لاعب في مصر اللي خد بالفعل أفضل لاعب في مصر فيه كثير من الاستفتاءات الجماهرية طبعا واستفتاءات الخبراء يقولك محمد مجدي أفش تيجي تسأل أي حد يقولك محمد مجدي أفش الأهلي النهاردة مش عارف ماله ووحش ويقولك محمد مجدي أفش ووحش يبقى الأهلي وحش فانت عدم اختيار اوكي وجهة نظر انت حر فيها ولكن في النهاية انا اللي خسرها انا كمصري شايف فريقي بدون واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين شايف منتخب بلدي مش موجود فيه افضل لاعب افضل لاعب مش كلام اسلام ولا كلام محمد ولا كلام الاهلوية كلام كل خبراء مصر ومعظم الجمهور المصري الذي يتطفق على ان محمد مجدي افشا هو افضل لاعب في مصر خلال الموسم السابق وبداية هذا الموسم فبالتالي حاجة غريبة جدا ومش مفهومة وانا عارف افشا كويس افشا مش من نوعية الناس اللي بيعمل مشاكل بلعكس يجي يقولك لما تيجي تتكلم معاه هيقولك يا ربنا يكرم منتخبنا الوطني ان شاء الله ومنتخب مصر يقدر يفوز بالبطولة ان شاء الله الفترة اللي جاي بقى موجود مع المنتخب انا عارف ان افشا هيقول هذا الكلام او قال هذا الكلام لناس كتيرة جدا نتمنى التوفيق لمحمد مجدي افشا ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية هو ده هيستعد بشكل افضل ما عارفش ازاي لكن هيستعد بشكل افضل علشان يبقى موجود مع المنتخب في المباراة الحاسمة ويمكن يكون محمد مجدي افشا زي ما كان له حب او نصيب من حب كل جمهور النادي الاهلي بسبب هدف القضية ممكن يعالم يمكن هو اللي حيصعدنا كأس العالم ان شاء الله لمنتخبنا الوطني في شهر ثلاثة ويكون له الدور الاكبر والابرز في صعود منتخبنا الوطني وهو الاهم الحقيقة ان يكون منتخبنا الوطني في كأس العالم خلال الفترة القادمة شكرا